أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلى فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم هذا آخر مشهد من مشاهد سورة يونس عليه السلام ونحن في ختام هذه السورة وفي ختام هذا المجلس المبارك الآيات التي تلوناها في الليلة الماضية والآيات التي نتلوها في هذه الليلة خلاصة ما بعثت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين قلنا أن المشركين أرادوا المساومة مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأن بعضهم كان يعتقد أن هذا الرجل جاء لأجل الحكم والمنصب والمنافع والمصالح ففي الآيات السابقة في الليلة الماضية قلنا أن الله أمره أن يبلغ الكلمة الأخيرة أمام المشركين أيها المشركون لا مساومة ولا مقاسمة ولا هي مصلحة ولا يريد ولا أريد منكم حكما ولا منصبا ولا مالا إنما أنا نذير وبشير الآن تتمت الآيات التي تلوناها في الليلة الماضية حول النفع والضر من يأتي بالنفع ومن يسد الضر هذه أيضا من العقائد المهمة في المنظومة المعرفية للإسلام وهو خلاصة التوحيد بل روح التوحيد لب التوحيد لب الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى أن الله بيده كل شيء وهو المهيمن على كل شيء فكل ضر أو ضرر يمس الإنسان لا يمكن دفعه إلا الله إذا أراد إذا شاء طيب هذا بحث جدا مفصل أنه هل الأضرار تأتي من الله سبحانه وتعالى شنون يصير يعني وفي دعاء الجوشة نقرأ يا ضر يا نافع هم نافع واضح لأن الله يحب أن ينفع الآخرين ينفع خلقه بفضله ورحمته وكرمه لأنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين يريد أن يعطيه ويبذل وهو المعطاء أما الضر شنو علماؤنا يقولون أن الضر الذي يأتي من البشر الله يأذن له شنون يعني قلنا لكم في الليالي الماضية أن الناس مختارون خلقوا مختارين هذه النعمة الإلهية التي وهبها الله إلينا جميعا أعطانا الفطرة والعقل وبعث إلينا الأنبياء وأرسل إلينا الكتب ومن بعد ذلك نحن مختارون هل نختار الخير أم نختار الشر هذا أوضحنا بشكل مفصل في الليالي السابقة ما دام أن البشر مختارون فيجوز لكل واحد أن يسدي نفعا للآخرين أو لا سمح الله إذا كان من الأشرار يأتي بضررا إلى الآخرين شلون خلو هذا واضح بعد كل إنسان بإرادته واختياره يستطيع أن يسدي نفعا للآخرين أو يضره هذا واضح من يعطي هذا الإذن له الله سبحانه وتعالى فهو ظار أكرر إذا قلنا أن الله ظار ونافع نافع مفهوم ظار يعني شنو يعني يسمح للآخرين أن يضروا لأن كل شيء في الكون بإذنه إذا واحد جر سكين لا سمح الله وأراد أن يضرب أخاه المؤمن هل هذا يصير بدون إذن الله ما يصير ليش لأن الله أعطاه القوة أعطاه القدرة جعل في السكين الحدية وجعل لليد القابضة جعلها تقدر أن تقبض هذا السكين ولكن من يضرب هل الله يضرب؟ والعياذ بالله؟ كلا أعطاه القدرة الإنسان باختياره يضرب أخاه المؤمن بالسكين هذه السنة تسمى سنة أن كل شيء في الدنيا بإذن الله فإذا قلنا في دعاء الجوش أن يا ظر يا نافع ليس معناه أن الله يأتي بالضرر إلى الناس وهذا موزين هذا يعني هذا عقيدة باطلة لأن الله لا يضر الناس الله يريد أن يهدي الناس يريد لهم الجنة يريد لهم السعادة في الدنيا والآخرة ولذلك بعث الأنبياء وأنزل الكتب السماوية نقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر يعني الله يضر لا يعني السنة الإلهية اقترت أن كل شخص في الدنيا يستطيع أن يضر والله أذن بهذا الشيء ليش؟ لأن خلقنا مختارين فكأن الله يعطي بالضر إلى الناس وإلا هو ما يعطي الضر إلى الناس وإن يمسسك الله بضر الخطاب إلى رسول الله فهذه الآية بلسم لجراح الأصحاب في زمن البعثة النبوية أنه كانوا في ضيم كانوا في صعوبة يعيشون القرشيون كانوا يؤذونهم كانوا يسجنونهم يضربونهم قضية بلال معروفة عليكم السلام ورحمة الله قضية سمية قضية ياسر أبوى عمار هذه كلها معروفة خب يحتاج إلى بلسم يحتاج إلى نوع من التقبيب للنفوس يا رسول الله على قولة الكويتين لا تحاتي إذا يصير ضر لا كاشف له إلا هو هذه العقيدة إذا ترسخت في ذهن المؤمن والمؤمنة تدرون شين يصير بعد لا كآبة ولا مراض نفسي الدكتور ما أدري يأيدني أو لا الأمراض النفسية منين تجي من أن الإنسان يفكر أن كل البلايا التي تنزل عليه لا راد لها هو يفكر هو يريد يسوي شيء لا فلا كاشف له إلا هو إذا أردت أن يكشف الله الضر الذي أوصل له الآخرون إليك فتوسل بالله سبحانه وتعالى يا رسول الله يا أصحاب رسول الله في الفترة المكية والسورة المكية كما قلنا لا تتأذوا منهم الآن ضر واصل لكم وأن يمسسك الله بضر أذن للمشركين أن يؤذوا رسول الله كما أذن لكل البشر أن يكونوا مختارين فالآن صار ضرع لك فلا كاشف له إلا هو فيحتاج إلى شنو يحتاج إلى الصبر نستفيد من هذه الآية القصيرة اللفظ والعميقة المعنى أن كل الأمراض النفسية علاجها هذه الآية اليقين بهذه الآية أن الإنسان يعتقد في ضميره في كمونه أنه لا كاشف للأضرار إلا الله سبحانه وتعالى يتوكل عليه في المصائب في المآسي في البلايا يجب عليه أن يعمل ولكن لا يفكر أنه هو كل شيء يسوي الأمور بيد الله هذا القسم الأول وإن يردك بخير يا رسول الله إذا أراد الله لك خير يعني فتح مكة الهجرة إلى المدينة الانتصار على المشركين فوزك ونجاحك وانتصارك في بدر وفي حنين والناس تأتي أفواجا إليك ليلقوا السلام عليك هذا كل خير إذا أراد هذا الشيء هذه الآية إحنا الآن نقراها بما أننا نعتقد ونحن مؤمنون الحمد لله نعرف هذا الشيء ولكن أنت تصور هذه الآية نازلة قبل الهجرة بسنوات والمسلمون في أشد الضيم شعب أبي طالب ينتظرهم المحاصرة الاقتصادية لا أحد يزوجهم لا أحد يشتري منهم لا أحد يبيع لهم مقاطعة كاملة ومن جانب آخر تعذيب وضرب وقتل أيضا من قتل والدي عمار بن ياسر سلام الله عليهم رضوان الله عليهم أول شهيدة في الإسلام سمية رضوان الله عليها وأول شهيد في الإسلام ياسر رحمة الله عليها هذه كلها في الفترة المكية فالضغوط كانت تترى على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه يحتاج إلى شنو يحتاج إلى نوع من التهدئة والتطبيب تطبيب النفس وإن يردك بخير فلا راد لفضله يجي يوم ذلك كلهم يندمون ويلقون السلام عليك يا رسول الله ما حد يقدر يرد الخير الذي يريده الله لك فلا راد لفضله هنا أنا في الملاحظة أكون لفضله ليش ليش ما قال بعملكم أو لعملكم لأن يجب أن المؤمن يلتفت أنه هو لا شيء الأمور بيد الله صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام علي على فراشه وهو ذهب إلى الهجرة من أعمى عيون قريش من جعل قريش لا يلتفتون لهذه الهجرة النبوية المباركة من جعل الغار مغطات حتى يأتي تعرفون القصة بعد عندما أتوا رسل القريش إلى الغار الذي اختبأ به رسول الله شافوا لا هنا طيور موجودة غطاء موجود عنكبوت موجود وعلى شنو موجود فمستحيل يروح النبي هنا من جعل هذا فلا رد لفضله ولي عملك إحنا في الأمور الدنيوية يجب أن نعرف إخواني أنا أريد دائما أستفيد من الآيات بس مو نقرأ ونفسر ونعطي معنى في أمورنا الاجتماعية في أمورنا التجارية في أسفارنا في أعمالنا الخيرية الغير خيرية العائلية كلها هذه العقيدة مهمة أكو آية أخرى أنا عندما أريد أن أنصح الشباب في سن الزواج أو أنصح المؤمنات في سن الزواج قاعدين تسمعون يقول سيدنا الوضع موزيا الإيجارات غالية التكاليف هواية تسمعني واو يعني أقول لهم اقرأوا الآية شو تقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من عمله أحسنتم يغنهم الله من فضله أنا أعتبر هذه الآية تكون معجزة أصلا في حياة الناس إذا واحد يقول الأمور صعبة وأنا لازم أهيئ بيت وأهيئ سيارة وظيفة فلانا أوه مو من عملك إهنا أنا أشي يقول فلا راد لفضله يعني أيها المسلمون إذا انتصرتم في بدر بعد كم يوم لأن هذه الأسورة مكية الهجرة ما صايرة سيأتي يوم تنتصرون ولكن مو تصور أنت تنتصرون بعملكم بفضل الله هذه العقيدة إذا واحد يخليها في يقين في ضميره بعد دائما يكون مرتاح إذا صار ضرر لا راد للضرر إلا الله وإذا صار خير فكله من فضل الله فليش بعد أنا أتأذى يصيب به من يشاء من عباده الخير هذا يصيب به يعني يأتي إليه الله يصيب به من يشاء من عباده طبعا من يشاء من عباده حسب القوانين الإلهية الموجودة مو اعتباط ولكن أيضا فد كلمة أخيرة في هذه الآية للذين يسمعون هذه الآية وبعدهم عدهم شك وهو الغفور الرحيم إذا واحد صار في مشكلة وأيضا تجرأ لا سمح الله تجرأ على الله وعلى تقديرات الله الله غفور ورحيم الآية ما قبل الأخيرة في هذه السورة قل يا رسول الله قل لهم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم شوف الصرامة والقوة هذا القرآن حق المعارف النازلة في هذا القرآن ويتلوها النبي عليكم كله حق جاءكم الحق من ربكم طيب شنسوي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه كل المناظرات التي قرأناها في هذه السورة المباركة سورة يونس كله كان حول التوحيد حول المعاد حول الواحي حول النبوة الكلمة الأخيرة شنو؟ الكلمة الأخيرة كيفكم؟ أنتم مختارون إذا اهتديتم فلأنفسكم الجاهلية الجهلاء في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية كانت تعيش في أحلك الظروف من الحروب من القتال من الظلم من الفساد من الفجور خب أنا شنو جايب لكم؟ جايب لكم حق وهو القرآن إذا اهتديتم فالنفع يصل إليكم أنا ما أحصل شيء فمن اهتدى يعني اهتدى إلى هذا الحق يعني القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لنفسه يعني لصالح نفسه لمصلحة نفسه في المقابل شنو؟ في المقابل هو مختار ومن ظل فالظلال منه مو من الله باختياره هاي نؤكد على موضوع الاختيار ومن ظل فإنما يظل عليها يعني على نفسه هناك كلمة النفس مؤنثة عليها يرجع إلى النفس الضرر يرجع إليكم إذا ما قبلتم الحق اليوم نستفيد من هذه الآية؟ أولا نستفيد أن نكون أقوياء نفسيا لا ننهار لا ننصدم نبقى على ديننا على مذهبنا على عقائدنا كما قلنا في الليلة الماضية نتعايش مع الناس ولكن نحافظ على قيمنا على أعرافنا وأنه كل موضة أجت كل موجة فكرية ملحدة أجت من الغرب والشرق تشوف شبابنا شاباتنا يرحون وراها شنو هذا؟ شنو ده يصير؟ يعني الآن العالم إحنا المؤمنين إذا إن شاء الله يستق علينا نحن مؤمنين إن شاء الله إحنا الآن في تحدي أمام الموجة الشرسة من هنا وهناك عبر هذه الأدوات الموبايل وغير الموبايل والفضائيات والكتب وا 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 خب إحنا شن نسوي مساوى ما في الدين خو ماكو البارحب الليل قلنا نصف لي ونصف لك ما يصير هما دم متدين أزور أنا ما رد أحكي اليوم حول الحجاب ولكن حقيقة يؤذيني أن بعض العوائل تركوا هذا الواجب الشرعي تشوف البنة المرأة بارك الله فيهم إن شاء الله الله يهدينا ويهديهم تروح للزيارة تروح للحاج تصلي تصوم عجاب ما أقول ليه إشياء الله هذه مساومة هذه نوع من النصف لي ونصف لك أنا أعتقد بنصف الدين وكل الدين نجي على الرجال أسمه أحد يقول هذا سيد محسن كله يحكي عنه النسوان لا نجي على الرجال وتدين يأتي للمساجد يصلي يصوم كل المستحبات يسويها زيارة الأربعين بعدين يضرب زوجته يهين زوجته يؤذي زوجته هذا ما يصير أو يأكلوا الربا لا سمح الله أو يغشوا في السوق هذا التنصيف في الدين يصير الدين واحد حق قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم والهداية بيدكم الله يهدي إذا أردنا الهداية فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل هو ظلم والله يظله الله يعطيه المجال إذا يريد الظلال تفضل هذا طريق الظلال ومن ظل فإنما يظل عليها وما أنا الخطاب للرسول قل لهم لأن أول الآية شنو قل وما أنا عليكم بوكيل الله أتباه يا رسول الله قل لهم أنا مو مسيطر عليكم مو وكيل عنكم مو مهيمن عليكم أنتم أحرار كيفكم شوف الإسلام جيد حلو إشقيد لطيف إشقيد إنساني يقولون حقوق الإنسان حقوق الإنسان هذا أنت كيفك تريد يصير خوش ولكن دير بالك إذا صرت مخوش آدمي لضرر نفسك يكون فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظله فإنما يظل عليها النتيجة يرجع إلينا اللهم محتاجنا وما أنا عليكم بوكيل آخر آية في هذه السورة المباركة يا رسول الله اسمد اسبر تحمل الخطاب لرسول الله ولكن هذه الآيات كانت لها وقعة شديدة وعميقة ومؤثرة في نفوس أصحاب رسول الله إذن كانوا منهارين ترى إحنا لما نقرأ تاريخ تاريخ الفترة المكية وائة كانت عصيبة وائة كانت شديدة مضايقة من كل مكان على رسول الله يتهمونه بالجنون والعياب بالله محاصرة اقتصادية أجبروهم أن يلتفوا يجتمعوا في شعب أبي طالب المرض الفقر الفتك التعذيب يعني وما عندهم مجال يروحون أي مكان لأن المدينة بعدها طائف ضدهم يمن ماكو بعد ذول محاصرين في قطعة من الأرض في مكة شنو يحتاجون يحتاجون إلى نوع من الصمود والتصدي والصبر واتبع هذا خطاب إلى الرسول وإلى أصحاب رسول الله واتبع ما يوحى إليك الوحي اللي يجي إليك عبر جبرائيل هذا قانون اتبعه لا تدير بال على الآخرين واصبر نحن في هذا العصر يجب أن نستفيد من هذه الآية من كل آيات القرآن أحيوا يا إخواني لنحيي آيات القرآن الكريم على مجتمعاتنا في مجتمعاتنا في عوائلنا في أسواقنا في حوزاتنا في مدارسنا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله نحن الآن في عصر ما قبل ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لظهوره صل على محمد نعيش في أحلك الظروف أنا ما أريد أتشائم وما أريد أتفائل في ظروف جدا حرجة أولادنا ما يصيرون أحفادنا ما يصيرون بناتنا ما يصير في العالم كل يوم يطلع في شي جديد ما يتدبر الأمور يحتاج شنو يحتاج إلى مواظبة وإلى رعاية قو أنفسكم وأهليكم نارا كما في آية أخرى وهذه الآية واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يأذن الله بظهور المهدي وهذه الخزعبلات اللي دتطلع كل يوم كل واحد يدعي اتركوها لا تلتفت إليها فهي سراب تأتي وتمح واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله هو خير الحاكمين إذن لما بدهم شي هذه الآية كانت بلسم على جراح أصحاب رسول الله في ذلك الضيم وفي ذلك العصر الذي لم تأتي لهم أي معونة من أي أحد حتى أقرباءهم ما كان يتشرؤون أن يأتوا إليهم ويساعدهم خوف نحن الحمد لله بحول الله وقوته وتفضله ومنه في هذا العام أيضا وفقنا الله أن نأتي إلى هذه الديوانية العامرة ونصل بخدمتكم ونرى هذه الوجوه الطيبة وننهي هذه السورة المباركة سورة يونس وقد أنهينا قبل سورة يونس سورة هود وبنهايته أتممنا بلطف الله تسوة عشر جزء من القرآن حسنا نبقى إلى آخر القرآن من نبقى هذا بعد بيد الله وهو أحكم الحاكمين أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل الليلة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله وسلم لابد لك هذه موعظة من الرسول إلينا أيضا لابد لك من قرين يدفن معك عجيب نحن نروح للمقابر ندفن أنواتنا ماكو أحد إياه الرسول يقول لا حتما أكو واحد يدفن معك يدفن مع الميت شنو هو هذا آخر شيء يقول هو لابد لك من قرين يدفن معك وهو حي وهو حي وتدفن معه وأنك ميت عجيب أنت تدفن أنا أدفن وأنا ميت معك أتحرك لا أسمع لا راح خلص انتهى بس هذاك اللي يدفن معك وهو قرينك هذاك حي يتحرك عجيب فإن كان كريما أكرمك إذاك القرين إذا كان خوش آدمي كريم يكرمك وإن كان لئيما أسلمك أسلمك يعني يذبك الشكل بالقبر ما لشوه لا يحشر إلا معك شوف الموعظة جيد مؤثرة لا يحشر إلا معك يعني يبقوا إياك في البرزخ في يوم الحشر أيضا يقوموا إياك الحشر والنشر ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه هذا القرين يسألوه مو إلك عجيب فإن شنو ولا تبعث إلا معه البعث إلى القيامة فلا تجعله إلا صالحا تريد تلتذ يكرمك إن تبيدك في الدنيا أن تجعل هذا القرين اللي يدفل معك تكون صالح فإنه إن كان صالحا صالحا لم تأنس إلا به يقولون بعض الناس في القبر في البرزخ في نعيم إما روضة من رياض الجنة أو لا سمح الله شنو حفرة من حفر النيار يعني شنو يعني فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن كان صالحا لم تأنس إلا به في القابر هو مونس إلك في النسور مونس إلك في الحشر مونس إلك في القيامة مونس إلك قبل الجنة والنار وإن كان فاحشا هذا القرين في الواحد فاحش نجس لم تستوحش إلا منه في القبر لا تستوحش إلا منه هو شنو هذا القرين وهو عملك عملي قرين ليدفن معي في قبري فإن كان كريما أستأنس به وإن كان لئيما لا أستوحش إلا منه اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنا نهدي ثواب ما تلوناه في هذه الليالي المباركة من القرآن الكريم نهدي ثوابها ثواب ما قرعناه إلى روح إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا وخاصة الذين كانوا يحضرون معنا في هذه السنوات حوالي 43 أو 34 سنة تقريبا هذا المجلس مستمر كثيرون كانوا معنا اللهم ارحمهم جميعا اللهم ارحم أساتذتنا اللهم ارحم علماءنا الذين ربونا أنا أذكر أيام كربلاء علاوة على دروس المرجع السيد الله ارحمه والد السيد مصطفى رحمة الله عليه السيد القزويني كان يدرس التفسير تعلمنا منه تربينا على أيديهم اللهم ارحمهم جميعا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرة اللهم وفقنا لما تحب وترى اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا أنت قد عفوت عنا اللهم اجعل غريننا في القبر عملنا الصالح إن شاء الله اللهم ازوج عزابنا اللهم سهل زواج بناتنا وأولادنا اللهم أنعم على مجتمعنا كله في كل الولاد الإسلامية لبناتنا بالعفاف والحجاب والبأولادنا للعفة والعفاف اللهم اغفر لنا جميعا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود ترجمة نانسي قنقر